كلما أجرى عن سيد معوض في مسيرة حياته أجد بين الصطور وفي ظاهر الصطور في شخص ملازم معاك دايما في مشوارك محمد بركات إيه الحكاية؟ لا هو بركات عشان إحنا بدأنا مع بعض أو هو سبقني أنه هو في الإسماعيلي وبعد كده أنا روحت إلى الإسماعيلي فقعدنا مع بعض حوالي أربع سنين أو خمس سنين في النادي الإسماعيلي واخدنا بطولات مع النادي الإسماعيلي فده كان لي تأثير كبير تاخد دور وكاس في النادي الإسماعيلي ده مش شيء سهل يعني بطولات كل فترة النادي الإسماعيلي ما بياخدش بطولات باستمرار فيمكن قعدنا أربع أو خمس سنين مع بعض وبعد كده ما راح النادي الأهلي هو برضو راح قابلي بسنتين وبعد كده أنا روحت فكملنا وكنا موجودين مع بعض في المنتخب فنتكلم على عشرة مثلا حوالي خمس سنة جوة الملعب فدي بالنسبة لي طبعا أما تكمل مع العيب آه العيبة كتير الواحد يتعامل معهم بس بركات يعني من أكتر ناس عشان إحنا بدأنا مع بعض تشوف هي في الواقع أنتو شخصيتين مختلفتين بس في الواقع في صداقة بينكم كبيرة في شراكة في زمالة وكمان في مقالب إيه اللي يبيز بركات بالنسبة لك لا بركات شخصية كويسة جدا وشخصية محترمة يعني بس بركات بيحب الهزار عم بتا يعني يعني في وقت لما كنا في الملعب هو من الناس اللي بتحب عم تنية تتعامل بهزار بداحك ومعظم الوقت أنا من الناس التانية اللي ممكن تلاقيها جد شوية يعني بتركيز شوية يعني مثلا قبل المطشاط ممكن بركاتي هزر شوية أنا قبل المطشاط أنا واحد مركز مركز يعني أفكر أنا أعمل إيه أنا كل تركيزي في المطش النهاردة مثلا بركات عكسي تماما هو رجل بيرتاح أم يهزر يعني هو فيه شخصيات كده يفوق آه يفوق أم يهزر لو ما هزرش تحس أنه النهاردة لا فيه حاجة غريبة بالنسبة له فإنما الصلاة القديمة بنية عن عمر كبير جوة الملعب وبرا الملعب وحتى دلوقتي الشراكة اللي موجودة لا فبركات من الناس اللي أنا بعتزي بها جدا